يا صباح الخير النهاردة بقى هنعمل وصفة سهلة وبسيطة بس في نفس الوقت مغزية جدا وفيها عناصر غزائية حلوة قوي النهاردة بقى هنعمل وصفة من البيت اكيد كلنا طبعا بناشق البيت خصوصا على الفطول بس النهاردة هنعمله بوصفة شوية مختلفة يعني عن طرق التقليد دايما متعودين عليها ومسلوق او بسامنة النهاردة بقى هنعمل وصفة من المطبخ التركي او على الطريقة التركية بجد جميلة جدا وصفة سهلة وسريعة وكمان في نفس الوقت مغزية وفيها عناصر غزائية حلوة جدا النهاردة هنعملها بطريقة سهلة جدا وسهلة وسريعة وحلوة جدا خصوصا كمان على الفطور او العشا النهاردة متأكدة اني بيجي نهاردة هيعجبكم مثلا عجبكم بيجي نهاردة اهم حاجة يمسيش الاشتراك في القناة واللايكو الشيء لو عجبكم الفيديو معي هنا بصولاية متوسطة طبعا لو بصولاية كبيرة ما فيش مشكلة ممكن لو عندكو البصل او ال Revels مفيش اي مشكلة ممكن تستخدم установه واحتاج كمان ثلاثة فلفليات اللى هو الفلفل الرومى الملون هنا كان لدي الفلفل الملون اللى هو اللون الاصفر والاحمر والاخدر بس انتم ممكن تستخدموا فلفلية واحدة بس يعني اي لون موجودة عندكوا في التالاك ممكن تستخدم الفلفل الرومى اللى هو الاخدر هيكف دي الوجبة دي يعني كل ما تزوده فيها الخضار كله طبعا ما هيكون افضل وهيكون احسن هنا هنقطع الفلفل كده مكعبات بس اهم حاجة لازم لنضافه كويس جدا من البزر عشان بس ما يدايقناش ونحن بناكل هنقطعهم بقى كده مكعبات صغيرة علشان بس ونحن يعني بنسويه يستوي معنا على طول وما ياخدش معنا اي وقت وقطع كمان الفلفلية اللي هي الفلفل الاخدر برضه بنفس الطريقة اما حاجة زي ما قلت لكم اتخلص بس من القلب اللي جوه اللي هو بيكون مليام بسر وهنقطعهم كده بنفس الطريقة مكعبات صغيرة كده خلاص بقى الفلفل جاهز معي هنقطع كمان البصل عاجة ممكن تقطعوه عادي مكعبات يعني متوسطة فيش مشكلة هو يعني احنا بنسويه هيدبل ويعني حجمه طبعا زي ما انتم عارفين البصل حجمه بيقل واحنا بنسويه كده خلاص بقى الخضور كده جاهز معي كمان هحتاج اتنين من الفلفل الحار هو ما كانش يعني سبيسي اوي كان متوسط هنقطعه برضو كده ترانشات بالنفس الطريقة ونتخلص برضو من البزر اهم حاجة ولو حاسين يعني الفلفل يعني حام شوية وفي اطفال هتاكل منه يبال احسن نحن استغنى عنه خالص وكمان معي بصلتين كده من البصل الاخضر بيدي طعم ناجهة وريحة حلوة جدا لطواق بتاعنا هنا بقى خلاص البيت اه بقى جاهز معي اهم حاجة وحنا بنسوي البيت ما نحاولش ان احنا نسيبه مدة طويلة على النار وهو بيت سلاء يعني اقصى حاجة تمن دقيق ونقطعه كده نصين زي ما انتم شايفين وكمان ده خلاص كده الخضور معي بقى جاهز وكمان هضيف كمان اه المشروم طبعا المشروم لو موجود عندكم ممكن تضيفه منه ممكن ميت جرام متين جرام طبعا حسب افراد القصة اللي هتجون من الوجبة دي انا بقى فطوصة على النار حطيت شوية زيت ومعاهم كمان معلقة من السمنة كده او ممكن من الزبدة ونزلت بالبصل واول ما البصل يبتدي بقى يدبل يعني اهم حاجة ما نسويش البصل او يعني يعني يكون برضو لونه فاتح كده ونص سوا عشان بعد كده هدفع لهم الخضور هنا دفت كمان الفلفل الالوان اهم حاجة ان احنا ما نسويش البصل اه زيادة عن اللزوم يعني نتحاول سوي النص سوا عشان لسه هيكمل سواي كمان مع الخضور وكمان دفت معي الماشروم الماشروم هنا اللي انا استخدمته ده ميتين وخمسين جرام ممكن طبعا تقليله ممكن تحطه ميت جرام بس يعني دي حسب رغبتكو او حسب كم فردة هيكل من الوجبة هنا كمان لو عندكو اي يعني بتمجانية كوسية موجودة عندكو في التلاجة ملهاش يعني ان انتو جا تستخدموها ممكن تضيفوها نحضر الخليط اللي احنا هنضيفو على الخضور معي كوبية من اللبن دفت عليهم بداية ومعلقة تين كوبور من الدقيق ورشة ملح وبس كده تقلبتو الخليط ده بيخلي ان الخضور يكون متماسك مش شكو يعني تطلعوه كده بوسط الخضور كده كل حتة في ناحية لا هنا كمان دفت معلقة اه من الملح طبعا الملح اه لازم طبعا انتو هتدوقو وتشوفو طبعا لو محتاج ملح زيادة فانت طبعا هتشوفو احتياجكو وبعد كده اول ما ابتدى ان الخضور خلاص انه اه يستوي اهم حاجة لازم يكون استوى قبل ما نضيف عليه الخليط ودفت بقى عليه الخليط اللي احنا عملناه وبعد كده هبتجب ان انا ارس اه يعني اه حوالين داير كده يعني زي وردة كده هوت بالبيد طبعا البيد اه ممكن تقليله عن كده او ممكن تزوله طبعا براحكو خلص مفيش اي مشكلة ودف هدف بقى بقى الخضور اللي معايا شوية من البصل الاخدر وهنا كمان دفت شوية بابركة البابركة كمان بتبدي لها اه طعم حلو جدا ممكن تحطوا البابركة اللي هي اللي هي الشوية او ممكن البابركة اللي هي الحلوة طبعا اه براحكو خلص مفيش اي مشكلة وكمان دفت الفلفل وهنا بقى معايا ميكس اه من الجبن طبعا ممكن تضيفوا اي نوع جبن موجودة عندكم هنا كان عندي شوية جبنة كده شدر وشوية جبنة اه زي نوع كده نوع معين زي الجبنة الرومي وكمان اه ممكن تستبدله الميكس الجبن ممكن تستبدلهه بالموتسارلة مفيش اي مشكلة يعني اي شوية جبنة موجودة عندكم في التلاجة ممكن تدفعها على الوش وبس كده تقريبا الوجبة بقت كاملة معانا كاملة متكاملة وبقت جهزة وجبة سريعة جدا وسهلة وكمان في نفس الوقت مغزية جدا وحلوة جدا كمان للفطار او ممكن للعشا وفيها خضار كمان يعني وجبة كاملة متكاملة حلوة جدا كمان لو انتم دفتوا اي اه خضار موجودة عندكم ممكن تزودوا طبعا زي ما انا قلتلكم ممكن تزودوا اه من الخضار يعني اي خضار موجودة عندكم ممكن تدفوه وبس كده اتمنى بجد ان تكون وصفة النهاردة تكون عجبتكم قربوها وانا بتأكيد بجد ان هي هتعجبكم جدا حلوة جدا يعني الوجبة دي حلوة او الفطار للعشا وحلوة كمان جدا للاطفال ولو هتقدموها كمان للاطفال زي ما قلتلكم ممكن تستغنى عن الفلفل خالص اللي هو الفلفل الحار اه تعملوها يعني يعني تعملوها وما تدفوش عليها اي فلفل وبس كده اتمنى يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو النهاردة هم ما حاجة بتوش الاشتراك في القناة واللايق وشير بتوش كمان تشاركوا على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم قناتي على اليوتيوب وبالفه انا على كل اللي هيقرب وصفة النهاردة واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد وباي باي اشتركوا في القناة